صباح الخير أو مثائي الخير يا برج الأسد في القراءة العاطفية نبدأ الأول بالطاقة العامة سوري عندي برشات برد كده برد الصيف اللي تشيف فهنبدأ بالطاقة العامة أنت تخلصت من ألم الماضي بالزبط وفي نهاية الطريق هو في بداية الطريق هي القرمة كده القرمة إن أنا أبدأ فوق أنت تتعب حلس تاخد جازاتك فأنت الآن في سوبك الجديد وبتتخلص من ألم الماضي وبالزبط كده وبتحتفل وشايف الحياة وردي والحياة جميلة وإيه يعني وست هون ما حصلش حاجة مش مش بعمل زلعابيطة وكل الكلام ده برج الأسد ست أو راجل ده برج الأسد أصلا ليه مش حاجة جديدة على برج الأسد فبالزبط أنت بص مختلفين خلص أنت واحد مش عارف يمشي مش عارف يرجع العلاقة ولا يمشي ولا روح ولا فين وأنت واحد بالزبط مديل ويقناش ممكن يكون بالزبط شايفك بتحتفل وفرحان قوي ففكرة إن أنا مش مؤثر عندك ده مش بعرف ينام فكرة إيه ده نسيني بالسرعة دي ممكن تكون منسيتوش ولا حاجة أنت تشعر بأن كان فيه غم على قلبك أن فيه حاجة كقيلة قويل ويا أخيرا وكنت ألم الماضي كانت مؤثر عليك قوي فقلت بلها بقى بل ألم ماضي بل ألم الحاضر أنا أحتفل وأبص لنفسي ودلع نفسي واحد في الناس بالزبط أنت تقدمت للأمام وهو ما زال فيه واقف في طريقه طيب الغريب بقى يا برج الأسد أن هذا الشخص لو كان تركك ورحل لطرف آخر والطرف الآخر ده قال له الوداع باي باي فهو يراك كل شيء جميل في الحياة مش عارف أوصف لك إزاي كرتين أجباً من بعض يعني عارف مش شايفك مثلاً حد وحش لا ده شايفك أنت النعيم أنت الكمال ولا غير الكمال شعر بقى شعر يا برج الأسد شايفك أنك أنت نفس الكباية لو خزلك فهو شايفك دلوقتي أنت حالياً بزبط هي القرمع فاق فاق من حاجة هو عملها غلط شايفك أنت نفس الكباية لمعاب الزبط ولتين أوف بانتكيلس لو بنت الزوجة ولو راجل الزوج المسائل لو راحل لطرف ثالث لا تقلق فهو يأخذ القرم الآن مامية مامية كله في الجنة نسعل شوال حق كله في الجنة أنا عايزاك تبنبسط قوي قوي بقى ما تحطش في بالك لا تحطش في بالك لأنه حالياً شايفك مامية وشايفك أن انت ممسوك تمان وعندك كل حاجة انت عندك كل حاجة شخص جميل شايفك شخص جميل قوي 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 العلاقة المثالية شخص اللي أنا كنت ممكن بالزبط بيت أعمل بيت أتزوجها أو أن أنا أبقى مراته كده ومع ذلك أنت ترأي بقى أنت تراه شخص نمرود بص بقى ده كلمة اللي أنا استمحتها من الكارتين دوله من هو الشخص النمرود يا برج الأسد؟ شخص النمرود أو شخص اللي تقدمه السبت ما تلاقيش منه حد بس كده الشخص اللي دايماً بص أنا عجبها لك من الآخر شخص تجيب له يبقى قدامه كل حاجة ويبص الناحية التالية عين وزيغة معاه أجمل وحدة ويروح يصحب عليها معاه راجل مامية مغرقة هدايا مغرقة حنال مغرقة حب مغرقة كل حاجة ومع ذلك بدخول شخص تقدم بص كان كباية قدامه وفي كباية ربعة كمان ومش رودي مش رودي عن أي حاجة انت شايفه كده شخص شايفه شخص نمرود دي يعني إيه نمرود؟ يعني كل حاجة قدامك ومع ذلك تبص في طريق غلط اعتقد انه هو فعلا عينه زيغة على حد تاني بس ليه ما تدرش نكمل الحاجة تانية لانه بصص الناحية التانية هو كيف كيفوندوس ماشي هو كينج هو شخص هو طموح قوي خلينا متفقين على تالي طموح قوي فانت شايف انه طموح بس طموح في ايه؟ مش في كل حاجة طموح ده بيتوقف انت حاجة معينة انا لقيت شخص مناسب اطمح ان انا اجيب ازلد اطمح ان اجيب حد احسن منه لا اه هنا نقف هنا نعمل ستوب فانت شايف انه شخص طموح ولكن في العلاقة معاك ما كانش العلاقة فيها اربع تلع كوبات وانا جايب الرابعة يعني كنت بتجيب لي كل حاجة ومع ذلك ترك العلاقة ومع ذلك رحل بس خلاص يا سيدي انا عملت لك كل ما يعني هو شايفك فعلا انت شايفك فعلا انت شخص جميل جدا شخص كامل كامل لان انت كنت تشتغل في العلاقة دي جميل قوي ظهر يعني كنت معايشه في اللي هو انا بحبك وهفضل احبك وهفضل جنبك ومع ذلك بص شكله بصباصي يعني بصباصي لاي في واحدة وفقناتك فقلت له طب يا شكرا او ام سي دا انا انا دا انا دا انا هوريك انت عارفنا مين الوش دا هو ما كانش شايفه على الفطر انت كنت موريه وش تاني برج الاسد لما بيحب عامل زي برج الجوزات كده شوية شوية يعني في ايه بقى عند وش بيزير وقت ما يحب يقلب وش تاني ما يحب حب بقى كده بنفسه بشخصه الوش دا انت طلعت له في اخر العلاقة قلت له طيب انا هوريك انا اتبص الواحدة غيري طب خد بقى شوف تانا مين طبعا مش لازم سابت ممكن يبقى راضي يعني واحدة بصت لحد تاني كويس دا انا بصي دا انا فظيع دا انا مالك يا بنتي فقلت له سابت العلاقة ومشيت هرفان بقى مع اصحابنا طيب ايه الخطوة اللي نفسه ياخدها النقطة دي بالتحديد يا جماعة مش لازم يعني تحصل بس هو نفسه في دماغه ياخدها القراءات دي كالناس جديد تقول مرجعش مش عارف ايه اللي بيحصل انه احنا بناخد طاقة البناء دا طاقة في ايه طاقة انه نفسه يقول لي بحبك بس الشعر دا هو مش عايز يقول بحبك بس نفسه يقول بحبك ما انا عارف مشاعره وكان شايفني ازاي ونفسه يقول لي ايه مش لازم تتحقق ولكن المشاعر موجودة ولو ندم موجود ولو فراء موجود بس دي النقطة اللي انا عايز اقوصلها لناس بتقول اصل ما جايش اصل ما كلامش بس اوكي الخطأ نفسه يقول بس دا نفسه يقول لك بحبك وحاشتيني وكل الكلام اللي انت عايز اسمعه في الحب هو نفسه يقوله عايز يرتاح بس اكتر من كده توضيح مش عارف اكتر من كده توضيح مش هعارف اعوضح والله شخص مبينامش مبينامش نفسه ينام نفسه ينام نفسه يستريح نفسه يقول لجواه الشخص ده عنده حاجه جواه نفسه يقولها ما بينامش ممكن يكون الشخص ده في سيناريو تالت كده للناس حبيبنا اللي هما ما كانوش فعلاته كانوا فيه علاقة اعجاب مثلا وكان بيقارن ما بينك وما بين حد تاني وراحوا مع الحد التاني ده والحد التاني احنا عارفين عمل فيه ايه وما قالكيش بحبك هو كان عارفك كده معارفه سطحيه نفسه بقى يقولك بحبك لو في علاقة نفسه يقولك سامحيني دي طاقة التسامح ممكن تسامحيني ممكن تسامحيني لاني ما بنامش دي الكرمة هو ما بينامش من القرمة الشخص ده خام اعتقد لان عدم النوم ده هي قرمة خيانه ما بينامش ضميره بيقنبه ان الشخصيه دي ازاي انا سبت حد كده بصراحة يا جماعي مش عارف اقول ايه يعني في حد سير حد كده حدد نفس الكباية والعشرة بنت تنسى ايه اخي ده؟ حازه القوم قال له انت كافر يلا انت كافر؟ مش معقولة ده لو اعمى اعمى هيحس بالجمال ده هيحس بالمشاري الحلوه دي مفيش اكتر من العشرة بنت تنسى مفيش حرفيا 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 يعني نفسه ينام نفسه يقولك سامحني انام بقى سامحيني وانا اسف هو كاس الحب لا بعده كاس يعني وعنده طاقة مائية طبعا عنده طاقة مائية في مشاعر طبعا طاقة مائية هي طاقة المشاعر يعني فهو تعبان اوي هو اوي لو انتو عايزين تعرف هو تعبان او لا فهو تعبان لو اذهب لكم الوش ده؟ لا 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 ده خدعة انه يفع على الخدعة الشخص ده مش كده الشخص ده ما بينامش بيحاول يغطي على الليلة دي كده عشان ما يبنش بنتو عيد بس طيب انتو اين خطوة اللي هتعملوها الخطوة اللي هتعملوها هتستمروا في موقفكم انتو بقى انا زي ما قلت بالزبط انتو حطين او مسيطرين العقل على العاطفة على عكسه تمام هو لاغي العقل خالص دي مشاعر شخص لاغي عقله بيفكر بالقلب فقط ولكن انتو انت عملت واحد واثنين وثلاثة واربع بس انت كنت معاك في علاقة مقدمها لك عشرة قدمتلي واحد فانتو قفلين على مشاعركو حاليا جدا بالزبط قفلين على مشاعركو ومغمين عنيكو كمان يعني انت اللي مش قافل على مشاعركو بس انت مغم يعنيه مغم يعنيك عن ايه بقى؟ مغم يعنيك على انه ممكن يرجع يعني هو لو رجع وقالك بحبك انت اكنك ما شفتش المسجه اصلا لو تكلمي مثلا على الاتسابق قالك ممكن بس تردي او بدي ما شفتش حاجة طب لو قالك بحبك وننجع اطليله وغص تعالى بقى نتكلم بالعقل اركن بس كلمة بحبك دي على جنب تعالى اقول لي بس انت عملت واحد اثنين وثلاثة انت تعبتني قوي انت خلتني كده انت خلتني في ثلاث سيوف قد عايز ايه اكتر مكده طيب او شايف العلاقة ازاي طبعا شايف العلاقة ربعا بالعشرة بدي كده ايشوف اي يعني شايف العلاقة ان هي علاقة فيها الكنج of cups بصوا اس of cups والكنج of cups حاجة يعني خورة فيها والكنج of cups هي علاقة ممكن يكون خطيل يعني علاقة تتطور الى الزواج ليه قلت كده؟ لاني جايبها فيها العقل والعاطفة، فيها كل حاجة فيها الاندفاع وفيها البطء، الشخص بيجري على الحصان شخص واقف فيها العقل وفيها العاطفة زي ما قلت لكم، فيها كل حاجة انا بقول لكم اهو وانا معرفش اي حاجة على انت كنت بتعمله مع الشخص ده انتوا ضحيتوا بكل حاجة، قدمتوا له كل حاجة انا عارف برج الاسد، ما بيحاب بيحاب بجاند فهو شايف فيها كل حاجة، فيها التهور وفيها الهدوء بالضبط زي موج البحر كده، مرة يعلى قوي ومرة ينزل خالص ويهبط فهو شايف كل حاجة، من الاخر فيعني الاثنين، وانتوا الاثنين، اه انتوا الاثنين كمان يعني انتوا زي شخص هادي مقدم الحب وشخص مندفع وشخص مندفع، انتوا الاثنين، انتوا الاثنين اصلا يعني شخص متهور وشخص هادي كده ولكن هو شايف فيها حب، فيها حب وفيها اندفاع على الاخر يعني ممكن تتطور هذه العلاقة الى زواج من الاخر طب انتوا شايفين العلاقة دي زالي، طبعا انتوا شايفين هذه العلاقة كانت تنقصها العمل عليها، بكل بساطة حشرح الشخص ده مشتغلش معاكم خالص على العلاقة دي، خالص وانتوا مليتوا، دو الناس يعني مش لقين مكان يقعدوا فيه مش لقين حاجة تخليهم يدفوا كده ويقعدوا في مكان اللي انتوا حسيتوا في العلاقة دي عدم امان بصبت انتوا حسيتوا بعدم الامان مع الشخص ده يعني انا بحبك وعايزك ومش شايفة منك ولا مبادرة وحدة انك عايزني انتم شعرتم في هذه العلاقة بعدم الثقة، بعدم الامان، بعدم الراحة انتوا كنتوا مثلا تروحوا تناموا خايفين تصحت لقوموا واحدة تاني كده على بلاطة هذا الشخص يعني خلال عندكم كمان نقص في الثقة مثلا نا اه كايوة صح لان انتم حاليا يعني انتم عايزين تردعوا مجدكم ازا ان يكون خلكوا بقيتوا ضعاف الشخصية وانتم مش كده انتم مش كده اصلا انتم انا مش ضعيفة الشخصية إلا خلييني بقى ضعيفة الشخصية انا كده يا ابني انا كده انا مالكة انا واسقة في نفسي انا كل عملي واسقة في نفسي ازا تخليني كده فانتم شايفين ان العلاقة دي خليتكوا كده خليتكوا تشعروا بشعور اليتيم شعور الفقد دايما 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 حاسين كده فيه علاقات تبقى فيه اتنين مع بعض في نفس العلاقة ولكن الطرف الاخر دايما شاهر بان الطرف مش معاه اصلا يعني ده اسمي بس موجود على الموبايل حبيبي مثلا مسجيات ما بينه عالتي اي انا عرض ازاي اللي ده وحشتيني بس وحشتيني جاية جاية مش من جوه القلب بالزبط كده فانتم شعرتم انكم كنتم الوحيدين اللي بتشتغلوا علي هذه العلاقة انتم اللي كنتوا عامين كل الليلة دي انت اللي كنت بتقولوا بحبت انت اللي كنت بتبدأ وبرج الاسد برج ناري وده ما نحب هو الابداء واللي حب هو الابداء واللي حب هو الابداء اللي يعمل حاجة لانه نحب اللي معي بقى نشيط كده اه خش معي في المعركة معركة الحب بقى يلا ما فيش ما لقيتوش اي مبتر كان تاية كان مع واحدة تانية الله يعلم اعتقد ان لو انتم كنت في اول علاقة فانتم ما كتشفتم طرف تاعت وانه كان بيعمل كل حاجات اللي ما فوت تتعمل معكم مع الطرف التاعت دا وقلت له طب شكرا وقفلته الصفحة عليها وهو دلوقتي دي كرمة كده بالمختصر كرمة حقوقه التالت ومتالت رجاء شخص ده ما بينقش ما بينقش حرفيه نفسه نفسه يقول بحبه نفسه يقول سامحيني نفسه يقول تعالي ارجاي مش عارف وهو يعني هو كمان عمالي يسيطر اه بص يا برجل اسند كمان في حاجة تانية بقى اكتشفتها الشخص ده عمالي يسيطر على مشاعره في عنده مشاعر اندفاعية اه ده عايز يجري عليك يقدم لك كاس الحب التاني بصبت عايز يلحقك هو حاسس ان انت انت فرحان قوي وقريب جدا هتتجاوز بص يعني ده حاسس ان انت انت دخلت في علاقة واش هيكك على بك لان انت ساعد قوي يعني المساعدة دي ما كيش يلا من علاقة تحبك جدا مثلا بص لا مش شرط عايز يلحقك وعن مال يقول لا ايه ده كده ايه ده لا اصبر بس لا لا احسن ترفضني لا احسن تكسفني لا احسن مش حارف عشان كده ما بينامش من التفكير نفسه ييجي ايه يموت وييجي يا برج الاسد ازال انك قفل علي ما يعمل ممكن تكون عمله بلوك كمان عمله بلوك ولا ايه مش عارفه عمله بلوك عمله بلوك او ما بتردش على المساجيات حاجة زي كده لسه هو نفسه ييجي اوي نفسه يقولك بحدك ودي ده طاقة حلوة على فكرة مش وحشة الشخص ده برج الاسد يعني اعتقد يعني انه هو عارف غلطه بس في نصيحة ليك والنصيحة بتقولك ايه بقى النصيحة النصيحة بتقولك بلاش تعمل كده يعني ايه تعمل كده بص يا برج الاسد انت نفسك الشخص ده انت امتق منه صح؟ صح نفسك كانت تاخد حقك الشخص ده عمل فيك جارة حق ولو جالك تاني عشان كده هو خايف منك انت هتمشي كده زي الاتنين اللي هناك دول كده واحد حاطي ايدي على وشه بيعيط والتاني ماشي بيقول شكرا قوي عديني الساكلانتين والاخر اللي انت هتعمله ده ما هو الا انتصار زائف معارفة ان برج الاسد قرمته فوق ولكن ده انتصار زائف شخص ده شخص بينتصر انتصار زائف دايما هقولك الزائف الناس دي محربيتش ومالق اللي حصل دول ساوا صيفهم ومشوا فده مسك الصيف وضحك انت بتضحك على ايه انت بتضحك على ايه كده كده هالمعركة خسرانة لان محدش حارب حد انت انتصر لما المعركة تكون تسبان ركز معايا بقى برج الاسد بص الكارت اللي جايلك انتصار حقيقي يبقاك النصاحة بتقولك متعملش كده لما يجيلك الشخص ده مت ايه بقى مت ومش متجرحش متعاتبش العتاب اللي هو العتاب قوي قوي ومالوش لازمان يعني انت شخص مقرف وشتائم لما يجيلك برج الاسد يا اما تسيبه خالص وما تكلمهوش يا اما تكلمهو وتبقى معه صفحة تت حاجة من الاتنانة حلو؟ حلو يبقاك انتصار بتقولك ايه؟ ارجوك حافظ على كرمتك ده شخص مميز يا بورد الاسد كل الناس مسك عصيان عادية وانت الوحيد اللي مسك عصيان فيها تؤورد انت شخص مميز فمتنزلش مستواك لحد خلي دايما الناس هي اللي تبصوا فوق وانت متبصوا لهمش تحت من الاخر الناس هي اللي تبصلك فمتنزلش مستواك لحد ما يجيلك هذا شخص رد عليه رد عادي وخليك مميز عارفها تبقى مميز ازاي؟ اقولك تبقى مميز ازاي؟ لما تكلموا باللغة دي لغة العقل وتقولوا واحد اتنين تلاتة احنا ما ننفعش البعض بكل يدو لكن التجريح غلط ما تجرحش بحد يا بورد الاسد مش لمصلحتك وان كنت عايز تعرف ان شخص ده ايه؟ الشخص ده بيحبك بيحبك اوي فلو شخص ده جرحك وبردو ليك كامل الحرية ان كان هذا شخص قلمك قلم خليك تشير الهموم الدنيا وتمشي بيها فدي طقة تسامح عايز تسامح سامح مش عايز تسامح خلاص يا بورد الاسد ولكن الطقة دي مش حلوة ان دخلت فيها مش هتعرف تخرج خليك دايما كده ان عايز تسيب حد سيبه وامشي ما تدرحش فيه بالطريقة ده بس خليك دايما مميز ده مميز مميز في ايه؟ مميز في ان نروش عراقة بحد انت داي من الماضي انا مش عايز بقى ناصية مروح لحق طيب نشوف لك اخر كارت كده يا بورد الاسد هل يعني الشخص ده عايز ايه بالضبط او ممكن تسامحه ولا لا برضو كنصيحة يعني شخص ده تسامحه ولا لا لو جالك في اي شهر من شغل انا ممكن ما يجيش في تمانية لانه لعبان جدا ومحتار وشايف الدنيا كلها سوايد يعني بسراحة مش عايزين نصيحة بص خايف منك لاصل اوف سوردس هو قرار قرار خد قرار خد قرار بايه خد قرار حازم ان جاء اليك هذا الشخص يتاخد قرار زي ملتلك اكمل وسامح يمشي من سكات ما جرحش ما جرحش اتجرحش فيه متشتموش هو تعبان على فكرة جدا وبيظهر ليك مشاعر انه زي الفل فيه تواصل قريب تقريبا شكرا هيعملها خد قرار والشخص ده ما قدم عرض ولكن عرضه متوقف ومن الاخر كده هو عايز يقدم لك عرض حقيقي بص عرض مع الاسف نبسي يعني للا فل فهو نفسه يقدم لك عرض حقيقي فانت اخد قرار يتقول له اه في مكانك ومش عايزك تاني يتقل له تعرض فضل بس انما هذه الطاقة انت في الطاقة دي ليش الطاقة دي يا برج الاسف بليز اجوك انت عملت خطط الزهر الذات بتقم منه وانا خايفة الشخصية دي هي اه حلوة ومدبرة وذاتية ولكن الطاقة دي مش حلوة قلقتني دلوقتي لما شفت المصيحة الطاقة دي لو انت بتدبر التدبير ان الزهر تقم زحرق قلبه لا 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 ابرد خالص خلي كده خلي كده يا برج الاسف خلي كده امشي من سوكات او انك تفتح صفحة جديدة بكل بساطة ولكن هذا الشخص بيحبك ده اللي قدر اقوله لك شكرا يا برج الاسد واتمانى يا رب تكون القراءة عجبتكو وما تنسوش تكتبولي في الكومنت اي حاجة شكرا لكم